اشتركوا في القناة وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم السبت لينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر موجود في برج القوس في عنا قلوم مسار في ساعات المساء ولكن ما بنتقل القمر لبرج الجدي إلا في ساعات صباح يوم الأحد فعشان هيك اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزاوية الأولى من الزوايا البطيئة اللي رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليت الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وحكينا أن هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14 هي اللي بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين عطارد وبين نبتن وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم 16 هي زاوية منفصلة بيكون عندنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي تأثيراتها طبعا عطارد لأنه بتراجع فلما بتراجع بعمل الزاوية هاي وهو عملها اللي هو تأثيراتها من يوم خمسة وعشرين تسعة كان لها الذروة الأولى يوم سبعة وعشرين تسعة ولما يرجع للحركة الأمامية بشكل ذروة أخرى اللي هي يوم سبعة عشرة طبعا تأثيراتها يزاوي لغاية يوم تسعة عشرة بتزيد من حد الذهننا وحدثنا والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين الشمس وبين المشتري طبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثين تسعة يعني يفترض إنها هي انتهت ولكن اليوم بظل إلها بعض التأثيرات البسيطة بتستمر لغاية ساعات الصباح وهاي الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وأن هذه زاوية طويلة التأثيرات يعني لغاية يوم 16-11 حضا المستمرة منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية رح تكون تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها ساعة 12 و 47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج فنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات المساء بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون دروتها ساعة 3 و 3 دقائق عصرا بتوقيت جرينيج يعني بتبدأ تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية زاوية التقابل السلبية اللي بين الزهرة وبين المشتري اليوم ذروتها هاي زاوية بطيئة طبعا ذروتها اليوم وتأثيراتها بتستمر لغاية يوم 13 ذروتها ساعة 6 و 11 دقيقة مساء يعني اليوم أوج تأثيرات هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في هذا الشيء كمان هاي بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف أو التبذير أو سوء التدبير وممكن برضو هاي الفترة يعرف ميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية للمنتوجات ومع هيك ما بتلاقي أي استحسان أو ما بتلاقي استحسان مطلوب لدى الجماهير عشان هيك اليوم ما في داعي لأي مجازفات أو مغامرات مالية أو خصوصا اللي بيشتغلوا في البورصة وفي الأسهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في ساعات المساء يعني الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية بعد منتصف الليل برضو بتستمر يعني أول ساعات فجر يوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهي آخر زاوية قبل خلو المسار وهي زاوية راح تكون ساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش راح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات الصباح اللي هو صباح يوم الأحد فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي طبعا راح يستمر من مساء اليوم السبت اللي هو ساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وحتى صباح يوم الأحد حتى تمام الساعة 7 أو 37 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة من ساعات المساء لغاية ساعات الصباح لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم واللي بشعر بأي شيء غري عتيادي يعني يراجع الطبيب وانتبهوا من رفع الأوزان الثقيلة أو الحركات المفاجئة اللي ممكن تسبب ألم بالظهر بالنسبة للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل يوصى بإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم إلا الأعضاء اللي ذكرناها اللي إلها علاقة بالظهر وإلها علاقة بالمفاصل أما بالنسبة للعمليات التجميل فما بنصح فيها نهائيا لا الحق ولا الجراحة وهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 10.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 7 أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الآن سعيدة بنسبة 45% ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 30% وبتكمل طيلة النهار بـ 30% القمر في القوس حتى يوم 12 والآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات الصباح بترتفع نسبة النحوس إلى 50% في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوس إلى 90% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 12 طبعا تأثيرات التراجع رح تستمر لغاية 15 تقريبا أو 17 هي التأثيرات النهائية وبتنتهي ولكن أوجد تأثيرات لغاية 15 منتحس هو بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن اليوم يخرج بعض موليد برج الحمل في نزهة في رحلة في زيارة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية ولكن لا تعتمد كثير على الحضوض وخصوصا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتجارة وأيضا الأمور المالية وأثناء تنقلاتكم انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع المفتوحة واللي عنده سفر يتفقد أوراقه بشكل جيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وما تغامروا وتجازفوا بالأمور المالية ما في داعي لأي مغامرات خصوصا اللي بيشتغلوا بالسوق المالي أو اللي بيعتمدوا على المضاربات سارعوا في تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تلتقي أو بأشخاص خلال هذا اليوم خصوصا من العائلة أو تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي ودراسة تحركاتك وانفعلاتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما وهذا الشيء بعطيكم إيجابية لا تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو تعزيز علاقاتكم مع الأزواج بهاي الفترة ممكن تهتم بأي شيء له علاقة بالشراكة ولكن طاقتك ضعيفة فعشان هيك تعتبر هاي فترة سلبية ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ما في داعي للإنفعالات ولا للعصبية لأنه اليوم ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات اللي ممكن تجبرك إنك تتخذ قرار ونصيحتي ما تتخذ أي قرار خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك طبعاً بدكن تنتبهوا اليوم إلى غذائكم وراحتكم وأعمالكم لأنه بيتركز حركة القمر اليوم على هاي الأمور الصحة والعمل وأهم شي انتبهوا من رفع أوزان ثقيلة عن الأرض وانتبهوا لألام أسفل الظهر كثير كون منظم أحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين مع زملائك بالعمل لا تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر صار موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم يعتبر من الأيام المميزة فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ابتنفرج أسريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً تعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء قدر الإمكان وبرضو ما تحاول تفرض وجهة نظرك أو رأيك أو شعورك على أحبائك لا الأحبة ولا الأبناء بمعنى آخر بدك تكون مرن استغل الإيجابيات مارس هواية معينة خلال هذا اليوم أو حتى ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالمظهر العام برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم دون مغامرات أو مجازفات أو مصاريف الزيادة لأن القمر موجود في بيت البيت يعني ممكن أعطال أو مشاكل إلها علاقة بالعائلة ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أو الأعطال المنزلية أهم شنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي ضاغطة لأن القمر منتحس زي ما حكينا فعشان هيك بدك تضبط أعصابك أثناء تصريف الأمور العائلية والمنزلية وراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان بتنشطه اليوم بالتنقلات والاتصالات والسفاريات القصيرة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتدعمك الحضوظ واليوم بتكون جريء في التحبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة بتحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك ولكن في أمرين بدك تنتبه لهم أثناء تنقلاتك انتبه وخصوصا قيادتك للسيارة ما في داعي للمغامرة أو المجازفة أو السرعة لزيادة يعني بدك تكون حذر وأثناء حركتك ممكن تتعرض لبعض الإصابة فبندك تحذر من الأمر انهتوا الحركة وقيادة السيارة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب الفترة هاي بتحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات ام تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا حذرين لأنه عطارد بيخلي هاي الفترة سلبية وفي نفس اللحظة بفتح مجال المصاريف لزيادة فلا تغامر بأموالك ولا بقراراتك المالية وكون عاقل في صرف الأموال وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع ممكن تهتم اليوم لا مناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات ولكن بنصحك أنك تأجلها أكم يوم لا ينتهي تراجع عطارد وتعتبر هاي الفترة ممكنت بعض موليد العقرة بيحققوا من خلال هذا اليوم ربح ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبعمكم النشاط وطاقتكم عالية جدا وبإمكانكم كتبادروا لأي خطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية هذا يوم بيحمل إنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم كتتحلوا بالحكمة وواقعية في حل بعض المسائل أو حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة أو مهمة مصرية خلال هذا اليوم تتروى لغاية يومين ثلاثة ومعدين بتلاقي الأمور لحالها بتنحل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الأحد فعشان هيك الفترة هاي لغاية صباح الأحد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وترتك لحد الركود بتلغي مشاريعك أو ممكن إنك تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر لأن الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها عشان هيك ما في داعي لاتخاذ القرارات ولا الموجازة في بأي أمر حاول إنك تلتزم الهدوء أي شخص بوعدك بشيء اعرف إنه ما رح يوفي بوعده برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن اليوم تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لو قوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط شيئا ما وبيطمئن بالك ولكن حاول إنك ما تفرد سلطتك على أصدقائك تتحكم فيهم أو تلزمهم برأيك إنه رأيك هو الصواب هذا واحد اثنين واحذر من بعض السوء التفاهم ما بينك وبين بعض الأصدقاء يعني في بعض الخلافات ولكن الأجواء الإجتماعية هي المناسبة لإلك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم في مكان عملهم أو مع المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم مش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني بمعنى آخر ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات حاول إنك تحافظ على سمعتك بدون أي علامات استفهم يعني بدك تلتزم بالقوانين وتلتزم بدوامك وبعملك وبعلاقتك مع المسؤولين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا